اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقار رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم مواجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم بسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واكتياز التحديات خلال الفترة الماضية كما أكد السيد الرئيس أهمية تطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتوكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزرات وأجهزة الدولة وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام كما أكد السيد الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعيدة مع أعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعات المصرية باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة وموجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل تحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقلمي والدولي وما تفرض من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين هذا وقد آرب السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العمل المكسف وإنكار الذات مؤكدين للسيد الرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصائد